في خطوة جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي أعلنت الصين طرح مجموعة من التدابير الشاملة لدعم الاقتصاد إلى جانب تقديم أدوات نقدية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التدابير التي أعلنتها الصين شملت زيادة الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية بجانب خلق فرص عمل جديدة كما شملت تقديم حوافز للشركات وتخفيف الأعباء الضربية بهدف تشجيعها إضافة إلى تقليص تكاليف الاقتراض والاستهلاك وتقديم الحوافز لزيادة الصادرات الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تسعى أيضا إلى استخدام تقنيات حديثة وهو ما دفعها لتخصيص ميزانيات لدعم القطاعات التي تأثرت بشكل كبير مثل السياحة والخدمات وذلك من خلال تقديم مساعدات مباشرة وحوافز مالية خطة الصين المعلنة لدعم الاقتصاد تعتبر خطوة حاسمة في مواجهة التحديات الراهنة وذلك من خلال مزيج من الإجراءات النقدية والمالية لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية على الرغم من الضغوط اشتركوا في القناة